السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صندل صيفي طبعا احنا عاملينه من خيوط القطن لانه للبنات الصغيرين البيبيهات اهو صندل يعني يلبس مقاس من 3-4 شهور عملته بقاستك من الخلف طبعا عشان ما يقعش ويبقى مريح للاطفال وزي انتو تزيين بسيط جدا هنشوف الخنبات برضو مع بعضة الوقتي طبعا انا خلصت القطع الاولانية والتانية هعملها معاكم بس دلوقتي عشان تعرفي السلسلة اللي هتبدأي بيها علشان تعملي القاعدة انا هشتغل لهو بالخيط ده على فتلتين كده يعتبر خيط وسط محتاجة اعمل سلسلة بطول خمسة سنتي خمسة سنتي علشان انا طرحت طول الرجل اللي هو عشرة سنتي من العرض خمسة سنتي هيديني خمسة سنتي فانا هعمل سلسلة دلوقتي مكونة هي طلعت معي اربعتاشر سلسلة اهي وطلعت خمسة سنتي هبتدي بقى اشتغل عليها عمويد بلفة هشتغل على السلسلة دي عمويد بلفة هبتدي الاول ارتفع تلت سلاسل حط ايديهو على اخر سلسلة عملتها ارتفاع العمود بلفة تلت سلاسل وطبعا التلت سلاسل دول انا بعتبرهم عمود وباشتغل بقى في السلسلة الرابعة عمود بلفة اللي انا كنت احطى ايدي عليها كده يعتبر انا اشتغلت عمودين في نفس المكان هبتدي بقى اكمل في كل الغرز اللي قدامي هشتغل في كل سلسلة عمود بلفة في كل سلسلة عمود بلفة واحد لحد ما وصل لاخر سلسلة او لاول سلسلة انا كنت عملتها ناد العمود اللي انا هشتغلها في كل سلسلة عمود واحد هتلعوا معي اتناشر عمود وصلت خلاص للاخر فاضلي اول سلسلة انا عملتها اللي هي سلسلة رقم اربعة عشر او رقم واحد هشتغل فيها ستة عمود بلفة خلصت الستة عمود واخدت شكل الكيرفيدة كده هبتدي اشتغل الناحية التانية خط البداية معي همشيه تحت الغرز بالشكل ده انا همشيه معي مسافة صغيرة وبعد كده هقصه اخلي معي تحت الغرز وهل اشتغل برضه على الغرز في كل سلسلة واحدة هعمل عمود بلفة وطبعا تتأكد من العدد لازم يطلعوا معاكي اتناشر عمود بلفة عمود بلفة واحد في كل سلسلة يبقوا اتناشر عمود خلصت الاثناشر عمود فاضلي اخر واحد بس طبعا اعدوهم اتأكد انهم اتناشر زي الجزء اللي تحت خلاص ده العمود الاخراني كنت عملته بس كده هبتدي بقى ارجع للغرزة اللي انا كنت شغالة فيها عمودين بلفة هكمل على العمودين بلفة اربعة عشان يبقى ستة عمود بلفة زي الناحية التانية بالزبط خلاص انا كملتهم وبقى في البقى في تالت سلسلة انا كنت ارتفعت بيها غرزة منزلقة كده انا خلصت الدور الاولاني سهل جدا طبعا بس طبعا يعني اعد الغرز قبل ما ابدأ في الدور اللي بعده تأكد ان هنا ستة والناحية التانية ستة والجزء اللي في النص اتناشر فوق واثناشر تحت كده انا ماشي مزبوط بالنسبة طبعا للمقاس ده انا عايز اعلم بالمركر بقى الست غرز اللي انا تزايدت فيهم بالشكل ده اللي تزايدت فيهم اعمدة بلفة بعد الست غرز وابتدي اعلمهم بالمركر اولهم واخرهم يعني العمود الاول والعمود السادس والناحية التانية برضو بعمل فيها نفس الخطوة بحدد بالمركر اول الستة اعمدة واخرهم خلاص انا حددت الجزء بتاع التزايد اللي انا بشتغل فيه تزايد انا دلوقتي واقفة عند العمود الخامس هارتفع من عنده تلات سلاسل والتلات سلاسل دول بعتبرهم عمود وفي نفس المكان بشتغل عمود تاني لان انا هتزايد عمودين في عمود يعني الستة اعمدة مفروض يطلعوا معايا اتناشر عمود بلفة في كل عمود بشتغل عمودين انا دلوقتي واقفة في العمود الخامس ارتفعت تلات سلاسل اعتبرتهم عمود وادي كمان عمود يبقى عمودين اروح بقى للغرزة رقم للعمود رقم ستة برضو هشتغل فيه عمودين هشيل بقى منه الماركر وبرضو بعد ما هشتغل العمودين هحدد تاني بالماركر عشان انا عايز احدد بداية الاثناشر عمود وانهايته ادي اول عمود يفضل طبعا لو عنديك خيط قطنة هيبقى بنفس السمك بدل ما انا عملايا على فتلتين كده تشتغلي طبعا على فتلة واحدة لو كان سميك شوية هيبقى افضل هعلم بقى العمود رقم اتناشر او العمود رقم واحد بعد ما تزايدت كده فيه وهكمل بقى شغل عادي طبعا مش هنكمل اه تزايد التزايد هنا واقف لسه هنرجع له تاني انا اشتغل اعمدة عادية في كل غرزة باشتغل عمود واحد عمود بلفة لحد ما بوصل للنهاية للجزء اللي فيه الماركر اللي هما الستة اعمدة بتوع التزايد ودول اللي انا هتزايد فيهم طبعا نفس الخطوة اللي كنا عملناها هشتغل عمودين في المكان ده وهعلمهم بالماركر اللي هما اول اللي اتناشر عمود اشتغلت عمودين هعلم العمود الاولاني منهم بالماركر وهكمل شغل ايدي العمود الاولاني علمته وهكمل شغل برضو في كل عمود هشتغل عمودين لحد ما يبقوا اتناشر عمود خلاص اشتغلت اتناشر عمود وعلمت بالماركر برضو على نهايتهم هكمل بقى شغل عادي زي ما عملنا الناحية التانية في كل غرزة هعمل عمود واحد وتأكد من العدد لازم يطلعوا اتناشر عمود بلفة ايدي سلسلة اللي فيها الماركر هشيلها وهتزايد فيها برضو عمودين في عمود واحد عملت عمودين هبتدي اعلم العمود الاولاني ده بداية الاثناشر عمود خلي بالكم انا كنت عاملة اربعة من الاثناشر عمود هكملهم اتناشر وهقفل بالماركر الدور اللي جاي بقى هيبقى سهل جدا هو عبارة عن غرز حشو انا شلت الماركر بقى انا مش محتاجه له لاني مش هتزايد غرزة الحشو ارتفاعها سلسلة واحدة باجي على كل الغرز وبقفل في اول غرزة كده بمنزلقة يعني هلفة حوالين القاعدة كلها بغرزة حشو لحد ما وصل لا اول غرزة انا عملتها انا خلصت كده القاعدة هبتدي بقى انا عايزة شوف تلوقتي انا وصلت المقاس ايه فاشوف بالمقاس ايدي الطول عشرة سنتي والعرض خمسة سنتي ده المقاس اللي انا عايزة لسنة ثلاث شهور الدور اللي جاي بقى يعني مش هيزود حاجة في الطول والعرض هوريكو ازاي دلوقتي عند الوقتي واش القاعدة هو اللي هيبقى قدامي فانا بشتغل عليها بس هشتغل على الحلقة الامامية فانا باجي في الغرزة اللي هي بعد الغرزة اللي طول منها الابرة اللي بعدها على طول شايفين ده حرف الفي بتاع الغرزة انا مش هدخل تحت حرف الفي أنا هشتغل على الحلقة الأمامية اللي هي ناحية وش القعدة اللي هو ناحية بقى قدامي بالزبط بدخل كده في الحلقة الأمامية دي ادي وش القعدة قدامي وبعمل غرزة منزلقة بعد غرزة المنزلقة بعمل سلسلة دي كده كانت أول غرزة عندي هحددها الأول بالمركر هعلمها عشان هرجع لها تاني علشان أنا مش عايزة تلخبط في شكلها هي غرزة الحشو اللي تحتها فبعلمها بالمركر كده وبكمل بكمل بنفس الطريقة في كل سلسلة بدخل في الحلقة الأمامية زي ما انتوا شايفين بدخل في الحلقة الأمامية بس بعمل غرزة منزلقة بدخل كده في الحلقة دي بعمل غرزة منزلقة وبعدها على طول سلسلة وخلي بالك في الدور ده بلاش تشدي إيديكي خلاص أنا خلصت الدور بتدي شكل جميل جدا جدا للأطراف أنا بعملها لتزيين القعدة مني على الجوانب خلاص بقى شلت الماركر وبقفل في أول سلسلة أنا كنت اشتغلتها أول غرزة كنت عملتها في الدور ده الشغل الجاي بقى هيبقى على الجوانب دي الفتحات الصغيرة دي اللي كان خارج منها غرز الحشو فأنا عشان أشتغل بدخل بالإبرة وبسحب الخيط كده أنا عايز الخيط دي يبقى طالع عندي من على وش القعدة فأنا بسحبه بالإبرة بالشكل ده أريح الخيط طبعا في الخطوة دي لازم يكون الخيط مستريح مش مشدود وهشتغل بقى زي مقلتلكم على كل الفتحات دي اللي هي كان خارج منها غرز الحشو الفجوات الصغيرة خالص دي فايدة الغرزة دي إن هي بتدي تماسك كويس قوي للقعدة طبعا ده غير إن هي بتضيف للشكل بتاعه فهبتدي بقى أنا معي الخيطة هو جاي من تحت القعدة زي ما أنت شايفين وباشتغل على الأجزاء دي بتاعت غرز الحشو وبعمل غرزة منزلكة هفضل ماشي وراء الفتحات دي بتاعت غرز الحشو لحد ما وصل لأول غرزة أنا عملتها سهلة جدا بس برضو ما تشديش إيديك يجامد في الخطوة دي علشان القعدة توضل مفروضة وموتها مسكة في نفس الوقت خلاص أنا خلصت الدور ده وصلت لآخر غرزة قادي أول غرزة أنا كنت اشتغلتها خلاص هخلي الخيط بقى يفلت من الإبرة أنا خلصت شغلي في القعدة هبتدي بقى أعدي الخيط كده زي ما أنت شايفين يعني أعديه بطريقة بشكل يكون مش باين أعديه من أول غرزة منزلكة أنا كنت عملتها بدخل بالإبرة كده تحت أول غرزة أنا عملتها تحت حلقتين الخيط وبياخد الخيط بتاعي ولسه الخيط معايا على وش القعدة عايزة أعديه عند آخر غرزة منزلكة أنا عملتها بس هدخله جواها يعني ما بين حلقة والتانية بدخل كده تحت حلقة واحدة وبياخد الخيط كده الغرز باينة معايا أنها كلها شبه بعضها ده اللي يهمنا طبعا الشكل والخيط ده خلاص كده هعديه النحية الثانية بالإبرة وطبعا هتخلص منه بطريقة سهلة بأن أنا همرره ما بين الغرز لحد ما يختفي ولو حابة تعملي فيه غرزة خياطة بخيط نفس اللون فيش مشكلة برضو بس كده خلاص الشكل ما بقاش باين ممتاز وما فيش أي قفلة خيط باينة كده أنا خلط شغلي في القعدة الخيط جاي من تحت القعدة عشان أنا هشتغل في الجزء ده هاجي عند العمود السادس والسابع أنا دلوقتي ببتدي أعمل وش الصندل بدخل كده بالإبرة تحتهم تحت العمود السادس والسابع لأن طبعا العدد زوجي بتاع الاثناشر عمود اللي في الجزء ده فأنا مضطر أخذ عمودين مش هاخد عمود واحد فهدخل تحت العمودين دول السادس والسابع بدخل فيهم بالخيط كده وببتدي أعمل أربع سلاسل أنا بحتاج اللي أربع سلاسل دول يكونوا صنتي أنا بعلم السلسلة الرابعة عشان تعرفوا هنشتغل فيها إزاي محتاجة الجزء ده يكون صنتي طبعا عشان لو هتستخدمي خيط تاني إحنا محتاجين الجزء ده يكون صنتي واحد أيا كان بقى الخيط اللي هتستخدميه طبعا ممكن يكون خيط مختلف عن اللي أنا باستخدمه بعد كده بقى بتبتدي تشتغلي 15 سلسلة 15 سلسلة ويكونوا معدلين يعني راعي إن السلسلة ما تبقاش مقلوبة تفاكرين أول 12 عمود بتوعي التزايد هاجي عند العمود اللي قبل الـ 12 على طول اللي هو ده غرزة الحشو المقابلة ليه اللي هي بعده شايفين قادي العمود قادي غرزة الحشو اللي بعده أنا محتاجة أعدي بس من تحتها ده الجزء اللي هدخل فيه بس ولكن خلي بالك مش هندخل تحتها إحنا بس هندخل جواها بحيث إن إحنا عايزين نشبك الخيط في الجزء ده علشان نعمل غرزة منزلق هي خطوة سهلة جدا برضو بس شدي الخيط شوية عشان تحددي المكان اللي هتدخلي فيه خلاص عملنا غرزة منزلقة في الجزء ده إحنا بتدينا نشتغل كده على وش الصندل هنشتغل بقى عموية بلفة محتاجة طبعا ارتفاع العمود بلفة 3 سلاسل بارتفع 3 سلاسل فاكرين أنا كنت عملت 15 سلسلة أنا محتاجة أشتغل عليهم دلوقتي 15 عمود بلفة فأنا هشتغل في كل سلسلة عمود بلفة خلاص أنا خلصتهم فاضلي بس السلسلة رقم 15 باشتغل فيها عمود بلفة وبقفل بقرزة منزلقة في السلسلة الرابعة اللي أنا معلمها بيبقى شكله كده أنا عايزة ياسي الجزء ده الأول الجزء ده مفروض يطلع معاكي 7 سنتي برضو أيا كان نوع الخط اللي هستخدميه الجزء ده يكون 7 سنتي مناسب برضو لتلت شهور ما تزوديش عن كده طبعا عشان ما يبقاش واسع وطبعا هيقع من الرجل بسهولة زي ما قلتلكو بقى هنقفل بغرزة منزلقة في السلسلة الرابعة كل شغلنا هيبقى في السلسلة الرابعة طبعا السلسلة الرابعة دي فاضل 3 سلاسل قبلها خليكي فاكر لأننا هنشتغل فيه برجع زي ما عملت في الناحية التانية بعمل 15 سلسلة وبردو نفس اللي عملته هشوف أول عمود أنا تزايدت به هاجي على قبله وبعد كده هروح لغرزة الحشو اللي أصاده على طول بعدي من جواها أنا بس عايز أسحب الخيط أعدي من جواها وأعمل غرزة منزلقة وبعد ما أعمل غرزة المنزلقة همشي بنفس الطريقة أرتفع 3 سلاسل علشان أشتغل أعمدة بلفة بنفس السلسلة الخمستاشر سلسلة طبعا خلي بالك يكونوا أدى الناحية التانية بالزبط يكونوا 7 سنتي خلاص أنا فاضل السلسلة الخمستاشر نشتغل فيها عمود بلفة وبقفل بغرزة منزلقة في السلسلة الرابعة اللي فيها الماركر هبتدي بقى الوش اللي أنا عملته للسندل ده أنا هشتغل عليه أنا لسه ما زينتهوش هو شكله جميل قوي بسيط بس أنا عايزة بس أزينه من الأطراف برضو هزينه بغرزة بسيطة جدا بتتناسب مع السن ده خلاص أنا هشيل الماركر بقى المكان ده بقى واضح جدا شايفين بقى واضح عشان اشتغلت فيه كتير بس أنا عايزة أوصل لأول الخمستاشر سلسلة أنا دلوقتي لسه واقفة عند السلسلة الرابعة فأنا عايزة أعدي بغرزة منزلقة عشان أوصل لأول الخمستاشر سلسلة علشان الشغل يبقى مظبوط وأبتدي بقى في غرزة التزين هي عبارة عن ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل أفوت السلسلة اللي قدامي هفوت غرزة أنا هشتغل على الجزء ده ده ضهر الغرص طبعا ضهر العمويد مش حرف الفي ده النحية التانية كل اللي بعمله إن أنا بفوت سلسلة وبشتغل في اللي بعدها اللي هي دي غرزة منزلقة هي دي بس الغرزة مفيش أبسط من كده كل اللي بتعمليه إنك ترتفعي ثلاث سلاسل وبتفوتي السلسلة اللي تحت وتدخلي في اللي بعدها وتعملي غرزة منزلقة خلي بالك السلسلة طبعا في الجزء ده اللي هو ضهر العمويد مش بتبقى بين قوي اللي هي القاعدة بتاعت العمود يعني السلسلة ما بتبقاش واضحة بس سهلا إنك تقدري تحدديها إن شاء الله هذه غرزة التزيين بسيطة جدا خلصتها قلاص لحد ما وصلت للخمستاشر عمود أنا عايزة عدي دلوقتي للناحية التانية اللي هي بقى نحية حرف الفي فعشان أعدي للجزء ده بارتفع ثلاث سلاسل وأول ثلاث سلاسل كنا ارتفعنا بيهم بقى في البونزلقة كده في السلسلة التالتة علشان أعدي للجزء التاني واشتغل نفس الغرزة اللي عملتها بالزبط برضو ثلاث سلاسل نشتغل ثلاث سلاسل ونفوت عمود ونشتغل في اللي بعده منزلقة وهكذا الحد ما خلص الخمستاشر سلسلة وصلت للجزء اللي في النص وعديت بقى على الصندل كله بنفس الطريقة بنفس الغرزة دي هي سهلة جدا أنا اختصرتها بصراحة هتقدر تعمليها بسهولة وصلت بقى للثلاث سلاسل اللي أنا كنت ارتفعت بيهم في الأول خالص همشي عليهم بغرزة منزلقة لحد ما وصل للكعدة بتاعت الصندل وصلت للكعدة خلاص بقى أنا مش عايزة الخيط هقطعه بالمقص وهعديه الناحية التانية خلاص الجزء ده خلص كده بقى كويس جدا مش رفايع مش هيتعب الرجل يعني وهعدي الخيط الناحية التانية وأنا هبقى أتخلص منه بعدين أمرره ما بين الغرز وبيبقى الشكل كده دلوقتي بقى أنا هجيب أستيك الأستيك ده زي ما تشايفين لامع ومناسب جدا للأطفال هو بتاع بندنات الشعر أنا محتاجة قطعة أستيك يكون مقصها 7 سنتي أتعط قطعة 7 سنتي أنا هبتدي عايزة أسبتها بحيث إن هي تمسك الرجل من وراء أو هسبت الأستيك في الجزء ده طبعا عايزة أسبته بزاوية بالشكل ده ما تخليهوش موازي للقاعدة بتاعة الصندل لا مش عايزة يموازي للقاعدة أنا عايزة يكون معمول بشكل الزاوية كده طبعا عشان الصندل يمسك في الرجل ما يقعش أنا هسبته بقى بالخيط والإبرة طبعا خيط بنفس لون الصندل خلاص أنا سبت الأستيك بمطاع البساطة يعني بالخيط والإبرة وكان لسه معي خيط وإبرة تاني فبالمرة سبتت الوردة سبتتها بالخياطة مش لازم تلزقيها لمتها من قدام كده عشان تبقى صغيرة شوية خلاص أنا خلاصت الصندل فاضل فيه بس آخر خطوة شكله بسيط قوي وجميل مش هيقامل الرجل إن شاء الله خلاص أنا بجيب شريط اللولي بقى الل عندي بقطع منه أربع قطع متساوية علشان أنا عايز ألزقها على الجوانب دي طبعا أنا بقيس أنا محتاجة قد إيه محتاجة قد إيه للجزء ده وبقطع منه أربع قطع وأنا ببضل بصراحة إن ده ألزقه مع ملوش بالخياطة لإن برضو الشمع في الجزء ده بيدي تماسك للوش بتاع الصندل ومش هي دايق خالص في الرجل إن اللي عندي رجل البيبي طبعا هو الخيط القطن هو ده اللي بيلامس رجل البيبي لكن دي حاجة بتكمل الشكل من على وش الصندل طبعا بقبلاش إن أحط في الجزء ده شمع كتير لإن شريط اللولي زي ما أنت شايفين في فتحات فأنا مش عايزة الشمع يعدي منها طبعا الشكل مش هي بقى صريف بلزق الجزء الأوليني بدوس عليه بالراحة كده هيلزق كويس إن شاء الله بشيل بقى أي زواية شم أدوس عليه بالراحة وبروح للجزء اللي بعده بلزق شمع وبجيب القطع اللي أنا مجاهزاها أربع قطع قد بعض وبلزق اللولي بالشكل ده زي ما قلتلكم بادوس عليه بالراحة عشان الشمع ما يخرجش من الناحية التانية بس وهلزق الجزء التاني من الصندل بنفس الطريقة ده هو تزيين بسيط جدا طبعا مناسب للسن ده وكمان فكرة بسيطة تقدر تنفيذيها شايفين الوش بقى متماسك بكتير يارب يكون الصندل عجبكو زي ما هو عجبني فكرة بسيطة وجميلة ومناسبة للسن ده ومتماسك وطبعا الأسليك مريح جدا للبيبي يارب يكون الصندل عجبكو نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد أفكتكم في رعاية الله موسيقى موسيقى